حكاية أخرى لكنها من ناحية أو ناحية الناحية الأخرى ناحية نادي الزمالك خبر يبدو مريح يبدو مريح نهاردة أحمد فتوح مع المحامي الخاص به زاروا أسرة المتوفي في الحادث الشهير وقدموا واجب العزاء خلال الجلسة اللي جمعت بين الطرفين أسرة المتوفي تقبلت العزاء وبحسب معلومتنا فتوح هيقدم مبلغ مالي ربما يتخطى إلى 20 مليون جنيه بجانب تكفله بأسرة المتوفي عن طريق مبلغ شهري يتم إرساله كل شهر بالنسبة كبيرة الأزمة في طريقها للحل وأهل المتوفي ربما يتنازلوا عن القضية فتوح هيدفع كفالة أخرى بسبب قصة المخدرات ومصدر مكرم من اللاعب قال لنا إن لو الأزمة لو الأزمة انتهت لو الأزمة انتهت ففتوح ربما يكون في قائمة نادي الزمالك للسوبر المصري ربما عارف في حكاية فتوح دي بيبقى نفسه علق كل ما أقول خبر عن القصة دي بيبقى نفسه علق بس لأن الأمور ما زالت في القضاء ما بعرفش علق بسكت تماما بقول الخبر وبس بس عارف نفسي علق في وقته إن شاء الله أنا علق في وقته إن شاء الله الأمور تروح لمنطقة يكون فيها الجميع راضي ببساطة يعني